تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بقولكم اشتركوا فيها في أمرات بتصحى الصبح في حياتك بتحس هالدنيا مسكرة بوجهك بتقول تعال أعمل قهوة بتلقى القهوة خالصة بتحاول تعمل شاي بينكب عليك بتروح تشرب ماء كمان بترجع تنكب عليك بتقول خلاص بدي أطلع من هالدار بتش تفتح الباب بنكسر المفتاح معك فبتعرف إنه اليوم مش يقومك وبتصير نصيحتي إليك في تلك اللحظة وقعت في البيت وخليك في الزاوية لعند وروب الشمس هذه النصيحة اللي ما سمحها مني مبارة الباليرمو في يوم سيء الحظ ولكن أصر على إنه الواجه حظه سيء وتغيرت مسيرته لمستوى إنه عم نرويها بعد 21 سنة كقصة نتكلم على اللاعب سجل هدف من مسافة 40 ياردة برأسه موسوع الجنس ما اعتبرت ذلك رقم قياسي بالنسبة إليه لكنها اعتبرت إضاعته ثلاث ركلات في بطولة دولية هو الرقم القياسي نتكلم على اللاعب بتصفيات كأس العالم 2010 لما كانت الأرجنتين عم بتعاني وممكن ما تتأهل جاء رغم تقدمه بالعمر الكثير سجل هدف التأهل أو الفوز على بيرو ولكن لما تعمل سيرتش على أهداف مارتين باليرمو ما بتشوف النتيجة الأولى لا الهدف اللي بالرأس ولا الهدف الحاسم في مرمى بيرو بتشوفه عم بضيع ثلاث ركلات جزاء مرة ثانية لقطة دمرت وسبغت مسيرة بشكل كامل حنحكي قصتها بالتفصيل اليوم مارتين باليرمو اللي مولود بيسانة الثلاثة وسبعين بيلعب كوبا أمريكا 1999 المدرب مارسيلو بيزا المدرب اللي قرر ما يستلعي كل اللاعبين النجوم الأرجنتينيين فما جاب فيرون ما جاب باتستوتا ما جاب كريسبو وقال أنا بدي التشكيل يكون في خليط ما بين محليين ولعبين محترفين في أوروبا فكان فيه 13 لعب محلي معظمهم تحولوا بعد ذلك لعبين في أوروبا طبعا والتسع لعبين فقط جايين من أوروبا أبرزهم دياغو سوميوني خافيار زانتي وروبيرتو إعيالا مع الأرجنتين مهاجم اسمه بارتين باليرمو عمره 26 سنة الجميع بيقول يا عالم هذا أحسن من كريسبو باتستوتا لازم يكون في أوروبا اللاعب بوكا جونيورز اللي وقع في مجموعة فيها إكوادور فيها كولومبيا فيها الأرجوين المباراة الأولى الأرجنتيني بتهزم إكوادور بثلاثية ويسجل دياغو سوميوني الهدف الأول ثم باليرمو بضيف هدفين فالعالم قلت لك خلص هذا الكلام اللي منسمع من الأرجنتين صح هذا مهاجم كبير جدا جاءت المباراة الثانية أمام كولومبيا اللي ما كانت كثير قوية في تلك الفترة المباراة بدأت أول خمس دقائق كرة عالية باليرمو بضربة بالرأس تيجي بإيد لاحب كولومبي والحكم بيعطي ركل الجزاء شوها الحياة الجميلة اللاعب حيسجل هدفه الثالث بعد مباراة ثانية وبكل سهولة عم بيتقدم وبرسل صاروخية بكل ثقة لكنها بتضرب بالعرضة والحارس طبعا بيحمد ربه انه رح من اتجاهها لأنها كانت قوية جدا خمس دقائق بس بعد الركل الأولى اللي ضايعها كولومبيا بتهجب بتحصل على ركل الجزاء وبتقدم إيبان كوردوبا المدافع اللي بعد سنة انتقل لإنترميدان في ذلك الوقت ويسجل الهدف الأول لكولومبيا أرجنتين ضغطت حاولا لكن الأمور ما مشت معها كما يرى من تهشوت الأول بهدف مقابل لا شيء وفي أول دقيقتين بالشوت الثاني كولومبيا بتحصل على ركل الجزاء الراكلة الجزاء الثانية في المباراة بيتقدم لاعب غير كوردوبا وحسب تفسير المدرب انه نفسيا صعب تخلي لاعب يشوت أكثر من ركلة في المباراة وهذا كأنه كان عم بيعطي درس لبيلسا بعد اللقاء اتقدم سدا حارس الأرجنتين بورغوس عم بصدها وعب بيخلي الأرجنتين في اللقاء ويريته ما خلاها بالنسبة لباليرمو مرة ثانية مساهمة باليرمو الهجومية تتحصل على ركل الجزاء في الدقيقة 76 فرصة الأرجنتين للتعادل عم بيقدم مارتن وعم بيسدد كرة قوية بنفس طريقة الأولى لكن هالمرة أعلى بكثير وعلى الأغلب الكرة ما لقيوها بضبع ركل الجزاء الثاني والغريب انه قبل هذه اللقطة باليرمو كان لسه بده يتردد يشوف يشوت ولا لا لكن في صور بتثبت انه مارسيلو بلسا كان عم بيصرخه بأشيه انه خله باليرمو يشوتها بلسا مجنون وراهن على باليرمو بجنونه بعد الركل الثاني بثلاث دقائق فقط كولومبيا بتسجل الهدف الثاني الركل الأولى اللي ضاعت بعدها بخمسة الثاني بعدها بثلاث كولومبيا بتحسم اللقاء في الدقيقة 79 2-0 ودائما مباشرة بعد ركل الجزاء ضائع وكأنه الأرجنتين تفصل دينيا في تلك اللحظة وفي الدقيقة 87 سجلت كولومبيا واحد من أجمل أهداف تلك المطول في فتولة كوبا أمريكا هدف ساقط رائع جدا المباراة خلصت لكن ما خلصت ولا خلصت على باليرمو لتلك اللحظة في الدقيقة 90 باليرمو بيضغط على حجمات كولومبيا بيقطع الكرة بيذهب لما رتقط الجزاء بيحصل على ركل الجزاء هو بنفسه وبعدين ذهب وسدد هو الثالث باستغراب إنه مستحيل كيف تروح تسدد الثالثة ونضيح حارس كولومبيا هون بيروي بيقول هذي كانت سهلة جدا علي كنت متأكد إنه مش هيسددها بقوة مستحيل يغامر يشوت الثالثة بره كمان مرة فصرت عارف إنها كرة هادئة عاليمين أو عاليسار فصارت نسبة احتمال إني أتصدى لهذا الركلة 50% وهذي أعلى من أي احتمال عادي لركلات الجزاء بالنسبة للحارس اختار الحارس ميجير كاليرو الزاوي الصح والصدى للركلة الثالثة مارتن بليرمو في 2020 خرج بتصريحات تلفزيونية موجودة على اليوتيوب بالإسباني وسألوه شو اللي بخليك تروح تشوت ركلة الثالثة لهالدرجة أنت إنسان أناني وهي كلمة إنسان أناني لأنها كانت عنوان الصحفة الأرجنتينية تاني يوم عليه قالهم لا أنا الأولى سدتها ضاعت الثانية طبيعي جدا لو أنت مهاجم قوي الشخصية تحاول تعمل انتقام أو تثبت نفسك وتسدد طبيعي لكن الثالثة لما لعيدت الأرجنتين كانوا مرهقين والنتيجة 3-0 وشافوا حظنا مسكر في ذلك اللقاء ولا واحد منهم قبل يسددها في ذلك اللقاء انطرت زنتي انطرت بيلسا أيضا ويتقول بي بي سي إنه في المؤتمر الصحفي بيلسا ما تطلع بعيون الصحفيين كان عم بيتفرج هيك بالفضاء والعالم وما بيركز بالناس أبدا ملكوتر مهو مش مسدق اللي صاد مع باليرمو في اليوم التالي مارتين باليرمو طلع بتصريحات صحفية وقال أنا بوعدكم أعود بوعدكم أعمل شيء أفضل من اللي عملته وأنا ما زلت ملتزم مع المنتخب المباراة الثالثة فعليا باليرمو سجل أحد الهدفين اللي هزموا الأرقوي 2-0 والهدف الثاني سجلوا نجم فالنسيا كيلي جونزالس طبعا مارتين باليرمو حتى الآن تمام طلع لدور 16 معه ثلاث أهداف مرشح بقوة يفوز بجائزة الهداف في بطولة بيلحب فيها البرازيلي رونالدو في دور 16 انتهت رحلة الأرجنتين لأنها وقعت مع البرازيل سوريا يتقدم بالدقيقة 10 لكن ريفال دور رونالدو سجلوا ثنائين أعطت البرازيل الفوز بذلك اللقاء ورهبت للنهائي بعد ذلك البرازيل مباراة بعد مباراة وسحقت الأرقوي في النهائي بثلاثية نظيف أهدف البرازيل بطولة كوبا أمريكا اللقطات هذه وتسجيله في المباراة البعدها وتأهل الأرجنتين ما خل العالم ينسى اللي صار صحف أرجنتينية قالت إنه مارسيلو بنسا في تلك المباراة كان أول موقف صعب في مسيرته بعد ما كان مدرب الجميع بيتمنى لكن في تلك اللحظة البعض شكك ببعض قراراته القيادية كيف تخلي اللاعب يشوت ثلاث مرات ركلة جساء وهو مضيع الثنتين الأولانيات أيضا صحف الأرجنتين وصفته بالأناني بالعنيد بالشخص الجاهل بعض الأحيان في تلك العنوين بليرمو تعرض لحملة شارسي جدا آيرشتان بصحيفة أيرلندية طلعت بعنوان من بطل إلى أضحوكة وقصدها إنه الجميع كان عم بيستنى يشوف بطل لكن شاف باليرمو آخر شاف باليرمو أقرب للاعب عم بيضيع ركلات جزاء بشكل غريب فعلا دمرت مسيرته ليش دمرت مسيرته؟ أولا قبل البطولة كان لاتسيو ميلا كانت إيطاليا طبعا تعرفوا بريمير ليج ذلك العصر هي جنة كورت القدم لاتسيو ميلا بارما عم بيحكوا فيه ويفنتوس عم بيهتم واسماء مهمة في إسبانيا عم بتشوف إنه ممكن إحنا نجيبه للاء لباليرمو هذا ولكن بعد هذه الركلات انتهت الأخبار أيامها ما كان فيه فرق سكاوتينج وبحث عن النجوم ومواهب وداتا وأرقام زي الآن ما كان فيه هذا الكلام كان الموضوع كثير تقديري أقرب للتقديري فلما تسمع على اللاعب بهاي السمعة السيئة الأضحوكة بين قسين ما حدا أخده وعشان يكمل معاه الحظ السيئ بعد أربع شهور بس كان عم بيهل عم بمباراة مع كولوني الأرجنتيني واللاعب بعد دقائق عم بصيبه قطع كامل في الرباط الصليب الأمامي وللعلم في ذلك المباراة هو كمل شوية دقائق وسجل هدف قبل ما ينتهي ويغيب فترة طويلة والحظ السيئ لاحقه لما راعى فياريال بعد سنتين فياريال كان لسه مش معروف ما حدش بيسمع باسمه كان صعد حديثا لما لعب الموسم الأول لعب بشكل جيد الثاني ها بلاش يعطي إشارات أفضل وممكن يرجع يحيي مسيرته لكن بليرب وبعد ما سجل هدف احتفى لنصاب غير شهرين وما رجع بعدها أبدا لاعب جيد مع بياريال جرب حظه مع بيتس مع لبيس ما زبطت معه الأمور ومسيرته الدولية أيضا اتدمرت جدا اللاعب من سنة تسعة وتسعين لسنة ألفين وتسعة ما استرجع ولا مدرب يستدعي للمنتخب كان عب بيجيب ثلاث ألقاب دوري مع بوكا جينوريس بتلك الفترة كان عب بيجيب لبرتادوريس مع بوكا جينوريس بتلك الفترة ما حدا استرجع يجيبه ليش؟ لأنه الكل بيقول لك هذا اللي ضيع ثلاث ركلات جزاء ولكن جاء واحد جريء شجاع ما بيفرق معها حدا مرادونا في 2009 واستدعاه وهذا الاستدعاء كان سبب رئيسي بتأهل أرجنتين لكأس العالم ومرادونا أعطى بليرب فرصة أنه يتواجد بكأس العالم وأخدوا معه وحتى نفهم قديش هاي اللقطة كثير معتها سيئة موقع جيب مي سبورت عمل تقرير عن أسوأ عشرين أداء سببوا إهانة للعبين اللعبوا في هذا الأداء وكان الرقم واحد كاريوس في نهاي ليفربول أمام ريال مدريد والثاني كان مارتين باليرمو ودائما نحن نحكي الهاترك المثالي أنه لاعب يجيب قول بالرأس والقدم اليمنى والقدم اليسرى عن ثلاث أهداف بثلاث طرق مختلفة فورفورتو عملت تقرير عن هاترك باليرمو غير المثالي والسيئ بشكل كامل اللي هو ضيع ثلاث ركل أجزاء واحد بالعرضة واحد صد الحارس واحد فوق ربما باليرمو هو ضحية لقطة ضحية عناده ضحية أنه عاشي الأدرنالين ونسي شو عم بصير حوله شو عم قاعدة عم بسوي اليوم مش يومي خلص ربما باليرمو ضحية أنه مدربه اسمه اللوكا ومعناها المجنون ما فرقت معه سد الثلاث شبدو يصير بهالدنيا وربما باليرمو على الأغلب فعلا ضحية أنه إحنا البشر نحكم عن الناس بلقطة بلحظة وما فكرنا لللحظة أنه هذا مهاجم ما بيعرف يسدد ركلات جزاء كان الموضوع كثير أبسط مما صار مع مارتين بليرمو اللي مسيرته كثير تأثرت واللي خرج وصرح أكثر من مرة أنه بعض الأحيان للأسف أول ما تقول مارتين بليرمو بقولك تتذكر مباراة كولومبيا بنوصل هنا نهاية حلقة قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر إنستجرام وضروري جدا تتابعوني على سيفيسبورد في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة